على المدى الأوروبي بدأت روسيا أنها تتخذ حرب الغاز مع أوروبا روسيا بتدي 50% من احتاجات أوروبا من الغاز الطبيعي بدأت تقفل المحبس عشان تحسس أوروبا أنها هتمر بفترة وحشة وأنا بسميها الجنرال برد ليه؟ النهاردة الشعب بتاع أوروبا لك أنا مالي أنا أعيش في برد ليه؟ أنا ليه أتبهدل الوضع الاقتصادي سيء مصانع بدأت تقفل في ألمانيا طب ليه؟ من هنا بوتين عايز يخلي الشعوب تبدأ تقول الحكومات أنا مالي أنا ليه أستحمل الكلام ده وبالتالي مد يوم هو الفرصة إلى حد الشتاء بعد الشتاء حيخش الربيع إذا لم نصل إلى معاهدات سلام هتبدأ معاركة كبيرة برية في الربيع القادم اللي ريحنا شوية ليه؟ نمر واحد إسلزينكي راح واشنطن أسبوع لفات رجع بعد ما رجع بيوم طلع وزير خارجية قال الأوكراني إن إحنا عايزين مباحثات سلام في فبراير تحت غطاء الأمم المتحدة طبعا الشهر اللي قابليه كان الوضع كده كان إسلزينكي بيقول لها أصرحات عن تارية بس الضبط وأنا عايز أنا أخش في سلام بوتين يمشي طبعا كلام مش مظبوط طب إيه اللي بتحارب روسيا بالوكالة من خلال أوكرانيا عشان ترمو ولكن نأمل إن الظروف السياسية إن شاء الله في فبراير اللي جاي تبدأ بقى معاهدة سلام أو اتفاقية سلام وحقيقة أول واحد أصار الكلام ده كيسنجر لما قال إن تفكيك الولايات وتفكيك الروسيا هيؤدي إلى هلاك وفوضى في العالم كله الحقيقة برافون تم ذاكرة قال طبعا نمرة واحد التفكيك زي ما أنت قلت نمرة اثنين إن عمر الحرب ما هتحل المشكلة رقم ثلاثة لازم روسيا عمرها ما هتتزم خالص ولن تقبل عند نووي لو عمل حاجة هتضرب وبعدين قال إن أوكرانيا برضو ما يستحق إنها تتزم ولكن هناك نصر بالله إن أوكرانيا تديش بكذبة القرم والأربع ولايات اللي روسيا عملتهم يتم الاستفتاء عليهم يتم الاستفتاء عالمي لأن روسيا عملت الاستفتاء طبعا وان سايد جيم يعني فدي طبعا بدايات إنها ممكن تتم وهذه الولايات يحصل استفتاء يتعمل لها حكم ذاتي يعني نصل لحل كمبروميز النوع ده من التصريحات بيبقى مقصود يعني بيخرج هذا التصريح متجه إلى تحقيق هدف معين على لسان شخص معين في هذا التوقيت برافو عليك لما كيسنجر الراجل عنده 29 سنة واستندها تكمل المية ورجل له قيمته في أمريكا ويطلع فاسد توقيت عمره ما تكلم ولما قال الكلام ده مقالة هو باعتها مش مثلا حد قاله تعالى لا ده هو باعتها بتبقى دي زي ما تقولي إيه جس نب اختبار بتدي فكرة للناس كلها عشان لما تقعد على الترابيزة كل الأطراف كل واحد عالي بالمطالب بتاعته يبدأ بقى إيه ويبقى ده البيسيك بالوقت له كيسنجر نتفق عليه